طيب بهذا التتويج الأهل راح فين عشان تشوفوا الأشقاء العرب وهم بيتغنوا بالآله الناس دي متابعة كويس وبتقرأ كويس وبرؤيتها كمان مختلفة لا فيها لنفسانة ولا فيها لحقد ولا فيها لكل المشاعر السلبية بتاعت اللي بالي بالك مش موجودة عند الناس دي خالص شايفين الآله كنموذج رياضي محترم جداً بيقدم قيم كتيرة لكن على المستوى الرياضي وعلى المستوى الكروي الأهل بهذا التتويج بيضغط على مين بيضغط على ريال مدريد شوفوا جمهور الأهل من حقه يزهو ويفخر ويسعد بناديه إلى أي حد الجدول اللي هشوفوه دلوقتي ده ترتيب أندية العالم في حصد البطولات القرية والدولية النادي الأهل بهذا التتويج السوبر بقى عنده 22 لقب لا يسبقه غير ريال مدريد على مستوى العالم ب26 لقب يعني بإذن الله بطولتين بالصوبر بتوعهم الأهل يسترد زعامة أندية العالم بس برضو حرجع تانية أقول ده منذ نشط هذه الأنديية ده تاريخيا أنا عايز بقى الجدول كده احنا نقدم حاجة في القرن الـ 21 ترتيب ده طيب الترتيب اللي أنا عرضته لحضراتكم شوفوا الأهل بياسبق مين بالـ 22 بطولة بعد منه اندبندنتي لأرجنتيني 18 الإيسي ميلان 18 بوكا جونيورز الأرجنتيني 18 بارشلونة 17 ليفربول 14 بايرن ميونيخ 13 الزمالك 13 ريفر بليت الأرجنتيني 12 ساوباولو البرازيل 12 آيكس الهولندا 11 مازينب الكنغول 11 كلاب أمريكا 10 وليفونتس 10 إذن الأهلي تاني عظماء العالم حصدا للألقاب منذ أن لعبت كرة القدم على المستويات القرية والدولية ده النادي الأهلي إن شاء الله تعالى بمزيد من الشغل الصحة بمزيد من الدعم بمزيد من هذه الثقة بإذن الله السنة دي العشرة العشرة والصبر بتوها بإذن الله مهمين جدا 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 لأن كمان ريال مدريد السنة الجاية مش حيلعب بالزبط فيستمر زحف الأهلي وضغطه على ريال مدريد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر